فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين المتكبر اسم من أسماء الله الحسنى ورد مرة واحدة في القرآن الكريم ماذا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد المتكبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو من ثبتت له العزة والعظمة والاستغناء عن الغير وهذا طبعا يعني من الأوصاف التي تليق بالذات الإلهية لكن المتكبر في العبد دمأخوز من الكبر وهو أيضا احتقار الناس أو يعني كما سنبين في آخر الحلقة إن شاء الله ولا يصح للعبد أن يتصف به إلا من طريق المغالطة ومن طريق الكذب على نفسه وعلى الحقيقة لأن العبد هو بطبيعة في عبد يعني معنى عبد أنه يعيش في خشوع وتذلل وخوف من سيده والله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر عن نفسه وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده قبل ذلك يعني أريد أن أبين أن صفة متكبر لا تليق بالعبد لأن هذه الصفة تأباه طبيعته تأباه عبوديته وهو حين يدعي هذا فإنه يعني يزعم أنه شريك لله ينازع الله سبحانه وتعالى في صفته ولذلك الكبر في العبد يجر ويستدعي الشرك إذن العبد حينما يتكبر طبعا هو يعني يتكبر على من حوله هو يريد أو يعني حيث يدري أو لا يدري هو كأنه يتشبه بصفة من صفات الله على حقيقتها بذاته تعالى وإحنا عندنا مثلا الحديث الشريف الصحيح سبحان الله لا يتنبه إليه كثيرون يعني اللي هو حديث يعني الكبرياء الردائي الكبرياء الردائي الرداء هو ما يضع على الكتفين يعني اللباس خاص يضع على الكتفين المعنى إيه هنا؟ المعنى أن الإنسان حين يخرج إلى الناس أو كذا يضع ردائه على فهو سبحانه وتعالى هذا الذي يعني يأتباه يعني لا أقول استغفر الله يأتباه ولكن هو الذي يظهر عزته وعظمته لعباده بصفة كأنه يخرج للناس بهذا الرداء بالنسبة للعباد فبالنسبة له سبحانه وتعالى هو الذي يظهر لعباده بهذا الرداء بهذه الصفة لا يجوز أن ننازعه في هذا الرداء طبعا هو سيقول كده في الأخير وقال يعني الكبرياء الردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا فيهما منهما قذفته في النار يا الله فهذا هو طبعا إذا دع العبد وصف الكبر وزعمه لنفسه كأنه ينازع الله في أخص وصف الله حين قال هو الكبرياء ردائي فهنا يعني نستطيع أن نقول أن الكبر في العبد هو قرين الشرك قرين الشرك ترجمة نانسي قنقر